ممكن مسلا اكون انا عندي معلومة معينة. فبدل ما ادور عليها على موضوع الجوجل والحاجات دي كلها. لا اصبح اسهل بكتير ان انا اسأله على او او الحاجات دي. مع الثاني مثال كان كنت شغال في مشروع والمشروع دوت الطابع بتاعه هندي. تمام? يعني مشروع موجود في الدولة اللي انا شغل فيها. لكن هو بتاعه هندي. نقدر رول صفارة مدرسة حاجة زي كده. فبدأت اسأله ايه الفرق بين العمارة العربية والعمارة الهندية. في شكل اقواس في الحاجات دي كلها. طب العالم بتاعهم عبارة عن ايه? ايه جزء اللي في النص المغزل اللي كان اغني بشغل عليه. طب هو عبارة عن كم النجمة دي فيها كم راس اتنين وعشرين. فبدأت عامل دراسة لو انا حبيت ان انا اخدها من جوجل ممكن ما معرفش. ممكن انا اخد من الوقت كتير. تمام? فبقى اصبح بالنسبة لي اه ما ارجع ليه لكن مع العلم ان هو فيه نسبة كبيرة من الخطأ. فلازم انا اكون فاهم في الحاجة دي. يعني ما يفعش ان انا استعام بيه في ان انا اجهز مادة علمية عن الطب والتشريح وانا ما فهمش في الطب والتشريح. لازم يكون في مجال التخصصي عشان لو فيها غلطة اتأكد منها. وفيه خاصية حلوة قوي في جيميناي. بوغل برد بقى اسمه جيميناي دلوقتي. هو اللي تغير الفرق بين برد وجيميناي هو الاسم بس ان الاسم تغير. تمام? في ان انا لو سالت اي سؤال اقدر اقول له ده بلي تشيك. يعني اتأكد لي من المعلومة دي. اه. واقول لي ايه الحاجات اللي لها مراجع عندك. مسلا. ماذا تعرف عن رمسيس تاني? تمام? فهو بجاب لي المعلومات. طب انا عايز اتأكد من المعلومات دي. هل لها مراجع ولا لأ? اول ما بخلص باجي هنا اقول له ايه ده بيتشيك. يعني اي حاجة اللي هم مرجع ابدأ ادهالي بلون وكتب لي المرجع عشان نتأكد من المعلومة دي. اهو كل الكلام مدام لدي. يبقى ليه مرجع فقدر انا اتأكد من المعلومات. تمام? طيب. فالذكار الصناعة فعلا بيوفر لك الوقت كتير اوي. اوي يعني مجرد ان انت معلومة بتدور عليها هيقدر ان هو يجيبها لك. الميت جورني يقدر نعملك صور قوي جدا. ما بيقولش ان الصورة اللي انت هتعملها دي تقدر تخدها تديها اللي اعملها على طول. لا لازم انت تتأكد منها وانت المسؤول عنها فلازم تتأكد ان المعلومة دي صحيحة او مش صحيحة ان الصورة دي تنفع تتنفذ او متنفعش تتنفذ. انت احنا مش بنرسم الوحة فنية احنا بنرسم مباني. فلازم تتأكد انها حاجة صحيحة. طيب اول جزء من اجزاء الزكاية الصناعية بنشتغل بكتير اللي هو اللم اللي هو اللي هو عبارة ان هو عنده كمية داتا كتير جدا بيبدأ ان هو يحللها ويبدأ يشوف ان هو يدر جاوبك ازاي. طبعا اشهر واحد فيهم شاتجي بي تي. اول من نزل الناس كلها بدأت تستخدمه بشكل رهيب جدا. وممكن تستخدمه بشكل افضل من خلال بتاع ماكروسوفت. يعني لو انت عندك بيديك خصاص حلوة قوي. وكانك عندك شاتجي بي تي فور لان ماكروسوفت استثمارت فلوس في شاتجي بي تي. فانت لما بتطفل على الكوب بايلوت. بتاع ماكروسوفت. هتقدر ان انت استطابه عندك وتقدر كأن عندك شاتجي بي تي فور اللي هو بعشرين دولار. هتوفر عشرين دولار من خلال حاجة كده. طيب الفكرة ان هو هيوفر لك وقت. تهم دي انواع كتير جدا. والانواع دي كلها تقريبا ببلاش. تمام? او حتى لفلوس مديك دولار ببلاش. فتقدر تستعملوا كلهم ببلاش. ازاي بستطابه? اه انه ندخل على جوجل بلاي مسلا. وانت لكوبايلوت. هستطب معنا على خوة. تمام? يعني انا هوقت. بلاي ستوري. انا ابني عندك ست اسنين بستطابه عنده. بيدي له امكانية انه هو يسألوا اي اسئلة يجاوبوا عليها. اه يدي له اي تيكست يعمل له صور. من خلال يعني لو دخلنا هوا. جوجل بلاي. اه هستقزم بس حضراتك معلوشة الناس بتحاول تدخل. حضراتك بس ستعملوه نعملوه 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 نعمل. ده المكسف ستطابه عندي. تقدر تسأله اي اسئل? تقدر تدلو اي تيكست ده لصور بالشكل دوت? هو برنامج واحد وصحته صغيرة. لكن امكانياته قوي جدا. تمام? حتى التقييم بتاعه. واخد فور بوينت ايت من من فايل. فده تقييم علي جدا يعني. طيب في برضو موقع عربي كويس اسمه كاتب. تقدر ان انت اه تسأله اي سئل ويعمل لك بالعربي وبالانجليزي. يمكن تقول له كتب لي مقالة اكتب لي بحس اكتب لي كذا انه يكتبو لك. البرزنتيشن انا هشاركه مع الدكتورة فتقدروا تحصلوا عليه. اه ان شاء الله. تمام? فمحاديش يلقى كل الروابط ده تبقى معكم بإذن الله. طيب في حاجات برضو بتدي له بروميت يديه لك صورة. يعني تقول له انا عايز صورة مثلا لبيت مهندس معماري. يبدأ يعمل لك التصميم. اه قبل كده اعمل لي تصميم لبيت اه دكتور سنان. طيب خلينا نشوف الموضوع ده عملي. اه هو اه هاجه هنا اقول له بنج. تمام? اه هاجه من هنا هقول له كريت ميكروسوف تمينج ده ما كانش حد بستعماله خلص. لكن لما بدأ موضوع زكاة الاصناعي بدأ يعمل طفرة كبيرة او بدأ تمسك سراء استخدامه. اقول له مسلا بيت لدكتور اسنان. وما تيقاسي من من اول مرة تطلع لك صورة وحشة. لأ غرب مرة واثنين وثلاثة. لحد ما تطلع لك صورة اه ممتازة. تمام? دي مسلا الصور انا كنت اعملها. تمام? خلي باقي انا هنا عملت حاجة ظريفة شوية ما اديتوش اي كلمة. انا اديت صور تعبرية. اديت صور مهرك وصور سمكة. وبدأ يعمل الصور دي. تمام? هنا مثلا قل طلو اعمل لي صورة لمصر وفي اي تسي تلعى كده مسكة. فأعملها بشكل دوت. تمام? هنا كنت كتنا كتب قصة لشلو كولمس. فلطلو عمل لي صور لشلو كولمس في مصر بس. فبيديك تغذية عسكري او? تمام? هنا مسلا بدأ يعمل لي صورة بيت هوت وبدأ يحط لي اسنان فيها وحاجات زي كده. تمام? فبش عاجبك الصورة قل له اعمل كديد تالي وتالي تورابي لحد مجيلك الصورة اللي انت مقتنع بيها. وخلي بالك ان مش معنى ان هو بديك الصورة كده خلاص لا انت ممكن تبني تبص فيها هل هي هندسية صح او غلط او كسا. اه في ناس عملت الحاجات دي وبنسورس يعني كدرت تبرمجها فلزاك في ناس عملت حاجات خاصة بالعمارة. يعني الكلام ده مواقع عامة لا في مواقع خاصة ما بتاعملش حاجة غير شوق العمارة. تمام? اسيبتو لكم الروابط هوا بحيس ان انتوا اتجربوا. مسلا لوكا مسلا ده كويس وهكذا. ده مسلا ادوب فاير فلاي. كلنا بلا السيسناء اكيد اشتغلنا مع شركة ادوب اللي عاملة مسلا الفوتوشوب وعملة 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 عاملة برامج كتري قوي. فهي عاملة فاير فلاي. فاير فلاي ده كتب بتجرب عليه البرامج قبل ما تنزلها على فوتوشوب. تمام? فعملة شوات حاجات جميلة جدا. مسلا اه في حاجة اسمها جنريت الفيل. جنريت الفيل يعني ايه? يعني يتعلم عن الجزء معين وبتقول له ببدله بحاجة تانية. يعني الاوميز ده انا عايز ابداله ببدلة. وهكذا. فيه تيكست وامش. هكتب تيكست وتحولها لصورة. فيه تيكست ايفكت. هكتب تيكست. خلينا نشوف القصة ديها. كل الحاجات اللي حنت اتكلم فيها دي ببلاش. ما فيش حاجة فيها بفلوس. تمام? فادوب فاير فلاي من الحاجات القوية جدا. ادوب بكسي بريس برضو. الاتنين مجانين. ومش محتاجة تدفع فلوس. والخصاص دي بعت موجودة دلوقتي في الفوتوشوب. تمام? يعني تقدر تدفع الفوتوشوب. تلاقي الخصاص دي بعت موجودة جزء من الفوتوشوب على طوال. هنا بيقول لي اكتب الكلمة انت عايزها. مثلا هنكتب كلمة ايجيبت. طيب اوصف بقى انت عايز تعمل ايجيبت دي بايه? مسلا في الهور. في الهور. او ماس او اي حاجة انت عايزه. يبدأ اكتبها لك بالاشكال دي جيت. ماشي? يخلصها كده ونشوف. انا هنتكلم النهاردة عن مسلا تلاتين اربعين موقع بالشغل بالزكاة الاسماء. تمام? ده مسلا هو. ممكن تقول له انا عايزها بالشكل مسلا اي شكل من دول. يبدأ اي يعملها لك? لو حاولت تعملها بالاسلوب العادي بالفوتوشوب هياخد منك وقت كتير وجهد هنا بتعامل في سوايا. فما دي من ضمن الافكار بتاعت الزكاة الاسماء اللي سهلة جدا مولنزيزة. تمام? ده موقع مسلا من ضمن المواقع اللي هو ماشي? ده الدل اي. ده طبعا شاركة اوبن اي اي اي. دوت بتسطابه عندك على الجهاز. في موقع كتيرة مسطابه عندها وتقدر شغل به. هو اوبن سورس. انا مسطابه عنده على الجهاز واخد تقريبا خمستاشر جيجا. تمام? اه سطابته من خلال برنامج سهل جدا ان اسمه بونوكيو. حد عارف بونوكيو? بونوكيو برنامج سهل جدا وبسيط بقدر اصطب من خلاله. اهو. اقول له اوه ده. بينوكيو. ماشي? البرنامج دوت صغير خالص وبسيط. وبقدر اصطب من خلال كل برامج الزكاة الصناعية. بينوكيو. ده برنامج مجاني واوبن سورس. اه بقول له انا عايز اصطب برنامج يحولي تيكست الفيديو. تدي له تيكست يعمل لك فيديو. او تدي له تيكست يعمل لك تيكست او تدي له صورة يبدأ ان هو يحركها. فكل ده اه مجاني وسهل جدا ووصي. يعني زمان عشان تستطبه كنت بتحتاج برمجة واكواد والحاجات دي كلها. انا مستطب عند قادر اقول له افتحه ويفتحه والشغل معي عادي بدون مشاكل. تمام? وتقدر تستطب كل برامج ديت ببلاش. كل برامج دي تقدر تعلم على اي واحد فيهم. تستطبه عندك. عندك مسلا عندك اه حاجات كتير خاصة بالفيديوهات. الفيديوهات تقدر تخلي في حركة. طيب. عشان تقدر تشغل في المعزكات السناية لازم تعود على فكرة البروميت. ان انت تقدر تدي له تيكس تيديك حاجة كويسة. خلي بقى انا ممكن اقول له صمم لي بيت الدكتور سيناني. او ممكن اقول له صمم لي الواجهة عبارة عن كزا. وابدى ادي له مواصفات اكتر. فيديني صورة ادق اللي انا عايزه. ممكن اقول له صممها لي بطريط زوال حديد. صممها لي بطريط حسن فاتحي. صممها لي بطريط لكم زي وهكذا. فالبروميت تقدر ان انت تخصص الحاجة اللي انت عايزه. ده برضو موقع حلو. بقدر ادي له اي حاجة انا عايزها. اقول له مسلا سمام لي صور كزا. يبدأ ان هو يعمل لي صور اللي انت عايزك. على فكرة الصورة اللي موجودة في في الاعلان على المحاطرة دي صورة بعملها بزكاء الصناعية. اديت صور لي كتير. قلت له اعمل لي صور ليه فعمل لي صور. تمام? اه دي مسلا في جامعة انه الصور عملنا الفكرة دي. خدنا صورة الجامعة وعملناها باكتر من اسلوب. بحس يدينا الشكل الجامل ده. ماشي? فمواقل لها عملناها من خلال الموقع اللي اسمه او بينج. بينج غير اسمه. تمام? اه دي الجامعة طب خليها باسلوب معين طب كزا. ادينا له كتلة عادية. والكتلة دي قلنا له طب غيرها لنا خليها مسلا اه جنبها مية طب خليها بستايل معين وهكزا. طب خلي اللهرومات جنبها تلج. فسهل جدا ان انت تعمل صور هيلة جدا بقى اللي مجهود. فالزكاة الصناعة هيبقى صديق ليه? ويساعدك. انما مش بداخلين مع الوقت تحدي. طيب اه ده من دين من الواقع كان حد يسأل على مواقع زكاة الصناعة. ده من افضل مواقع اسمه تيدي له مساحة فضية وتقول له اسمه لي. ويبدأ ياسم لك اه مباني ويبدأ ياسم لك الفراغات اللي جوه. وفي نفس الوقت اول ما تقسيمه يقول لك والله الاداء البيئة بعمل ازاي? الشمس والزلال والحاجات دي كلها في جزء الساني. ممكن انت تخش على الفيديوهات وتبدأ تتفرج عليها. او تقول له تستفت وتبدأ ان انت تشوف الموقع وتجربه. تمام? وقرأة تدوس عليها هيبدأ يفتح معك الفيديوهات ويفتح معك الشرح بتاعه. ده بيرسم خطات طيب بشكل سريع. طيب تعال بنا نشوف حاجات خاصة مسلا الهايبر. هايبر ده عبر عن ايه? ده موقع سهل جدا وسريع بتبدأ تدي له كتعة ارض ويبدأ ان هو ياسمها لك. ولو عملت اي تعديل التعديل دي يظهر في الباقي. يعني لو انت مسلا جزء معين بعد ما كان مبنى هتخليه حديقة. يبدأ ان هو يعيد توزيحة اللي جوة. كانت فيه غرفة كبيرة وانت صغرتها. يبدأ يوزع لك الكراسي اللي جوة ويلغي بعض الكراسي ويصغر الترابيزة والحاجات دي كلها. ويبدأ يعمل لك دراسة له هل انت الاداء البيئي يبقى افضل في التصميم الجديد ولا التصميم القديم هو الافضل. ده سوير. بص مجرد ان انت غيرت في الغرفة يغير لك الماسات اللي جوة يصغر لك الحمام. يلغي لك باب. يزود لك باب. كل الحاجات دي اللي انت بتاع تفكر فيها كتير هو بيعملها الكوتماتيك. بحيس يخليك تتفرغ ان انت بتعمل تصميم افضل. العمارة مش الحوائط. العمارة المساحات اللي جوة هنستغلها ازاي? هننبقى فيها راحة نفسها ازاي? المباني اللي احنا ساكنون فيها آآ مباني بتسبب امراض. لانها مش مصممة ان احنا نسكم فيها. هي مصممة ان احنا نروح لانها فيها. لذلك حسنا بالمطار ده وتساعة كورونا. لما اضطرنا في البيوت فجينا بان فيه مشاكل كتير صحية بدأت تصغل. بسبب ان التصميمات سيئة جدا فيه المباني. فمحتاجين احنا نهتم اكثر بالتهاءات طبيعية. نهتم اكثر بتحقيق الاستدامة. نهتم اكثر ان اللي يسكن في البيت يدعي لنا مش يدعي لنا. يحس براحة نفسيا. فيه مثلا انا كنت اشغال في شركة وشركة دي بيوت خاصة بالاستدامة. لكن الصمم المبنى مش مصمم ولا شباك. يعني الشباب البيت كلها مش بتتفتح. شبابيك كلها الوحي ساز. لكن مقفولة مستحيل تتفتح. فده سبب امراض. فالطرنا نحن نجيب نباتات ونحطها في قلب. المبنى عساسي انها تعمل شوية تهوية لان فعلا كان مشاكل الصحية بدأت تظهر لان والمشاكل دي بتظهر ابتر في الابراج. ويعني فوق دور السادس والسابع مش تتدرش تتح شبابيك عشان الهوى والضغط والحاجات دي كلها. فكان المهندسة يقول لنا ما تسكنش في دور اعلى من الطيور. يعني الطيور ربنا خلاها التربل السامعية ما تسكنش اعلى من كده. لانها مش هتقدر تتنفس فيها. ده مثلا فينس تري دي مجرد ان انت بتغير الشكل هو اوتوماتيك بيزبط لك كل الاشكال اللي هوه. بيوفر عليك وقت كتير جدا. فهو بيبدأ اعمل دراسة هي الفكرة كلها خوارزميات. ان انا بابدل ادربه ان هنا مثلا الحمامات مفروض تبقى في المكان الفلاني المنطبخ في المكان الفلاني افضل تقسيمة كزا افضل تقسيمة كزا. فهو اوتوماتيك او المبغير بيبدأ يغير معي. في اوتا ديسكي فورما اي اي اي. ده بتديله قطعة ارض بيبدأ ان هو يعمل مباني ويبدأ يعمل لك دراسة للصوت. يعني العربيات هبدايق الناس اللي جوه ولا الناس اللي بره وهكزا. الزوال انت شايف في مباني مبنى معين لو الناس شايفها مثلا جنب الاهرامات شايف الاهرامات شايف النيل شايف كزا. فهتبقى سير المكان ده اغلى فيبدأ يجيب لك كزا اكتراح. وطول لو ان مركز الناس تبقى شايفها مثلا النيل. فممكن يقول لك المباني اللي قريبة هتبقى ارتفاحها قليل والمبادل اللي بورها تبقى ارتفاحها اعلى بكيس يشوفه المكان. فمسلا في موقع اسم راين ديت ديزاين بترسمي الفلور بلان. هو بيبدأ بساعدك بشكل سريع جدا يبدأ ان هو بيسارع لك المنتج بتاعك. ده بيبدأ يدرس لي النارة الطبيعية اللي هتدخل والطاقة وتحسين ده النهار وكل كل الكلام ده. بقى يفيدنا في موضوع تحييي للسدامة. ماكت اي اي ده بيصمب لي بيطلع لي الفلور بلان بشكل اسرع. ده موقع نت اسم انتشتر بلو فوق. كلا انتم مع الناس بدوني اغربوا شهر ولا حاجة. فبحدد له المكان. هو بيبدأ يعمل لي دراسات كتيرة للمكان دوت. يعمل لي دراسات جدوة. عشان نشوف هل ايه افضل تصميم في المكان دوت. ده اركي تيكست. ده لذيذ. بس هو لسه مخلصي. ان انت تكتب له تيكست زي شات جي بيتي بس بش يرد عليك بتيكست. لا هيرد عليك ببيت. يعني هتقول له انا عايز اصمم بيت. عبارة عن اربع ورف نوم واتنينة صالة وحمامين. يروح اعمل لك التصميم. يعني مجرد تيكست يبدأ ان هو يعمل لك التصميم كلها. وبعد كده يعمل لك دي لايت والساند اور والتحليل للشمس وتحليل الطاقة وتحول للتحاليات اللي انت ممكن احتاجها. موقع ده برضو بتديله المكان. وهو يبدأ يعمل لك تحليل للاسعار. بيعملكم خططات. هنا بيعمل لدراسة لحركة الناس. يعني عندنا مثلا اماكن مول مثلا او الحرم المكلي والمدني. بيعمل لدراسة للناس تبقى ماشية زي وايه الاماكن اللي ممكن نفصل فيها اه زحمة او ممكن نفصل فيها حوادس بسبب الزحمة وكذا. طيب من ضمن الحياة اللي بتساعد في الموضوع دوت. اللي هو الان انا بديله بعض المحددات وهو يبدأ يجدلي تصميمات. يعني انا ممكن اقول له ايه اه انا عندي حطة ارض انا عايز اصممها اه بحيس بعد كده اقجرها كافلا. فهو يبدأ يديني الاف تصميمات. فاقول له لا انا مش عايز اي تصميم يكون لي ارتفاع اكتر من اربعة دوار. انا مش عايز اي تصميم يكون الجران شايفة بعض. فكل التصميم اللي فيها شروط انا مش عايزها. يبدأ دليل 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 لحد ما يبقى لي افضل تصميم اللي انا عايزه. ممكن بس انا عندي اه 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 جرفة بتاعت اه اه محاضرات. فاقول له ا ازا حالة. فييبدأ اعمال لي مية تصميم. فانا اقول له لا انا مش عايز يكون اه اه شكل التقليد اللي موجود في كليات. لا انا عايزها على شكل دايرة انا عايز الناس كلها شايفة بعض. انا عايز الالمدرس يبقى في المكان الفلاني. فيلغي تصميم عايزها لحد ما يوصل لي لافضل تصميم ما اعيزه. كان زمان عشان نعمل الموضوع دوت يعني بالكتير او نعمل تصميم او تلاتة. وكل التصميم فيهم كان باخوة تلاتية. دلوقتي الموضوع ده كله ممكن ما ياخدش يعني ساعة. تمام? وهو موجود في الريفت يعني انت مش محتاج تجيب برنامج او سطر حاجة موجود في الريفت. من كانت منش تقدر تسطبه وتبدأ ان انت تشغل عليه. وفي كزا برنامج بيعملوه. تمام? في عندنا البرافايل تبدأ تبديلوه بعض الحاجات. ويبدأ اعمل لك التصميم. الدينوو لو انت بتدكن الدينوو دينوو تبديلوه برمجة جوه الريفت او ده بيشغل جوه الرينو. بيبدأ اعمل لك برضو التصميم المختلفة وانت تختار التصميم اللي انت عايزه. عندنا منصة بتهلك ان انت بتعمل تصميمات انشائية. عشان الناس يكترى بتقول المهانسين الانشائيين مش موجودين. لأ في برامج كترة جدا بتقدر تساعدك في التصميم الانشائي. تدينه مكان هو يبدأ اعمل لك التصميم وانت تبدأ تشوف هل التصميم ده ممتاز ولا تعمل الشكة عليه. وده برضو من ضمن الحاجات. طيب احسن حاجة الماجيكاد. الماجيكاد ده اشتغلت عليه سنة الفين وتمانية. تمام? يعني من اول الحاجات اللي واحد قابلها يعني. الريفلت قابلته مثلا في 2006. الماجيكاد الشركة الفينندية فانا لما كلمتهم والطول من اشتغلت على الماجيكاد وعملت بيه مستشفى السلام اللي هي في المعادي اللي كان فيها. بعد كده بقى فيها حسن مبارك. اهما بقى له انت ازاي سمعت عندنا واحنا اصلا مش يعني مش يعني مش فاختطنا العشر سنة اللي جايين احنا ندخل الدول العربية. طيب لأ انا عملت كتاب في الماجيكاد وعملت مشاريع. فمن ضمن حياة مسلا ان انا ممكن اقول له ايه اخد الغرف دي والزحالي بكود الامريكي او البريطاني او كود اللي نفي بايه. طب عملت تشيك تأكد لي ان رشاط مش قريبة من الحيطة بمسافة معينة او او بعادة عن بعض او في مكان باش متغطي. وهكزا وصل بينهم. فبيديني حاجة كتري اوي بموضوع الماجيكاد دوت. اه في مسلا فيه كلاشات. يقول لي فيه مكان الكلاش. انما الماجيكاد يديني حلول. يبدأ يقول لي المصورة هتنزل تحت او هتطلع فوق. او هنغير اتجاه بتاعها كزا. فانت بتشوف اني حل الصح. تمام? ففيش شوية حاجات جميلة جدا للماجيكاد دوت. وبشتغل جوة فيه بقى موقع ده اه الدكتور محمد رحمة الشكور ده موقع مصري. تمام? فيه شوية حاجات جميلة جدا. مسلا. ياريت الناس تجرب بالموقع دوت. يعني اي حاجة اه معمولة مصرية او عربية نحاول ان احنا ندعمها وتشوفها. اي مكان هصوره من برا وابدأ ان انا ابعتني الصورة ويبدأ يشوف ازاي ممكن نغير يعني يبدأ يديني حلوة. الاول هو مسلا والله ده الصورة ديت لمابنة كزا. يديني بقى شكل ليه خارجي وهكزا. ماشي? يعني مسلا عندي مسلا المابنة دوت اهو. يبدأ ان هو يعمل لك رندر ليب اشكال مختلفة او يبدأ تدي له اختراحات كتري قوي. وتدي له برومت. تقول له انا عايزها بالليل. عايزها فيها تلج. عايزها ماشي? ففي شوية حاجات جميلة جدا. اهو. في ريدزاين تدي له حاجة وتقول له اعمل لها عادل دزاين. في حاجات تدي له رندر. رندر ممكن يخلص معه في ثلاث ثلاث ثواني. اي غرفة تقول له الغرفة دي مسلا غرفة من البخ اعملها لغرفة نوم. يبدأ ان هو يعملها لك. ممكن تدي له سكيتش هو يعمل لها رندر. ممكن يساعدك من هو يعمل لك لانت سكيب. فموقع فيه اكتر من حاجة. حاجة ممتازة. روم جي بي تي بتقدر تصور اي غرفة وتقول له انا عايز غرفة دي ستايل مسلا من هلازم عايز اه مودرن عايز كلاسيك يبدأ يعمل لك تسماط. وتبدأ شوف اللي انت عايز. هوم ستايل موجود على الموبايل هو كوهوم. بتقدر ان انت تعمل بالتصاميم. اه روعة لكوهوم. مشغلت عليه على الكمبيوتر. بوقتي سريع جدا بيعمل الرندر. وبيعمل حاجات بشكل سهل جدا. طيب في موقع اسمه runway ml ده في حاجات خاصة بالصوت وحاجات خاصة بالصور وحاجات خاصة بالفيديوهات. يعني ممكن تكون عندك فيديو وانت بتصور فيديو في عربية عدت وغلست. فاتعلم على الصورة وتقول له لغيها. زمان عشان نلغي حاجة زي كده. كنت مضطر اتعدي فريم فريم فكان ممكن تاخد منك ساعات عشان تتخلصها. بالوقتي كان سحر. تعمل وان كليك. يبدأ ان هو يصلى حوله. طيب اه ده مثلا في حاجة اسمها develop lab ده ادنس بساطة بجوه زي ما تشايف ممكن اقول له وجد لي التوصيلات الصح بين الحاجات. فيبدأ ان هو يوجد لك اتراحات. ممكن تقول له برمج لي حاجة معينة فيبدأ ان هو برمج هولك. من غير ما تكتب اي كود اسهل كمان من الدينامو. ممكن تقول له رندر تدي له صورة زي كده. وتقول له رندر. يعني الاول كنا بياخد صورة ونروح ندخلنا على برنامج ونبدأ لقول لنا عمل لنا رندر كتير. فلا هنا على طول بيعمل هكا. اه هنا برضو في جوا برضو فكرة ننتقدر تعمل تصابيع مختلفة. طيب ده حاجة اسمها ان انا ادي له الموديل بتاعي سري دي بريفت اركي كاد تيكلا. واقول له خلي عندك بعض القواعد. القواعد دي موجودة جاهزة او انت ممكن تبرمجها من غير كود ولا حاجة خالص. مجرد ان انت بتختار مثلا ان لو في اي عمود مفوش حاجة من فوقيه اعتبرها غلط. لو في اي شباك مساحته اقل من عشرين سنتي في عشرين سنتي اعتبرها غلط. وهكذا تبدأ تخطي له بعض القواعد وهو يبدأ ينبيهك لحاجات اللي فيها مشاكل. فحاجة جميلة جدا. يعني حاجة فوق الوصف. ممكن تقول له مسلا لو في غرفة الباب فيها مسلا مش مطابق للمواصفات او او مسلا خبط بعمود ابدأ وجد لي فيها مشاكل. تمام? عدت الصيد في كاميرات بيبقى متصور في ثانية بثانية. واول ما حد يدخل بيش لابس مسلا الخوزة هيبدأ ان هو ينبيهني ليها ويبدأ ان هو يديني الزور. طيب لو انا عايز اتعلم الحاجة بتاع تسجيل الصناعي بقت سهلة جدا ومش محتاجة برمجة ولا حق فلصة. تمام? يعني ممكن ان انت تدخل على الموقع وتشتغل عليه هتلاقي اسهل مسهولة وكل موقع نوقع اللي اتعلم عليهم هتلاقي مشروع بالتفصيل على القناة بيم اريبيا كزا فيديو وبالتفصيل وكل حاجة. ولو حاجة مش واضحة هتكلمني ونقعد مع واحد اللي نفهم الشغل. بس لو انت عايز تدخل لخطوة اكتر وتعلم البرمجة فانصحك بلغة اسمها لغة البايسون. لغة البايسون دي سهلة جدا ويعني ممكن لها تعلامها بسهولة. وفيها مكتبة كبيرة جدا للذكاء الاصطناعي مش محتاجة ان انت تبدأ تفهمها ولها مصادر كتيرة. فلذلك الناس كتيرة بتحبها. في لغة اسمها بنج اللغة دي اللي اعملها محمود فايد ده مصري وموجود في سعودية. وعلى موقع اللغة دي هتلاقي اسمي لانا بديم الناس اللي شرحوا اللغة ديت. وكان في برضو 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 واخد فيها شهادة وشرحتها. كنت الحمد لله من اول الناس اللي اتعاملت مع الرينج وزاو كود. طيب ما محتاج برضو تتعلم بعض الحاجات. فافضل مصدر تعلم منه كورسيرة. فسيب لك الرابط. تمام? دي دورتين سهلين. ودي بليرنينج باي. دي بليرنينج اي اي. ودي الابحاس اخر ابحاس موجودة. ودي افضل كورسات انا اخدتها. بس انا بقول لك ازا كيف سنعرفش محتاج ان انت تتعلم حاجات دي. لا. محتاج بس ان انت تمارس وانا سيب لك افضل موقع ممكن تتعلم من خلالها. لكن لو حابب انت تعلم برمجة هتفرق معك اكتر. حتى لو مش راتش مبرمج. بس طريق التفكير بتختلف. تمام? الموقع ديت هسيب لكم البرزنتيشن. اه مع الدكتورة بحيس ايه تتدقل ان انتم ايه تستفادوا منها. طيب انا كده خلصت. اه لو حد عنده اي سؤال اي انتقاض اي حاجة قلتها غلط احابب انوصل لحالي. هفتح لكم الماقات دلوقتي. انا عاجز عن الشكر. اللي حضوركم الكريم. ربنا يجزيب كل خير. وفضرة اكتر من رائعة. انا شكرك على مجهودك الرائع جدا. انا شكرا حضرة السؤال. شكرا لحضرك يا دكتور وكنا مبسطين جدا بحضرتك معاني. شكرا لحضرتك. في حد عنده اي سؤال? ايه جزاكم الواء خيرا يا بشوانس عمر? على مجود حضرتك يعني لو فيه امكانية محضرة تانية نطبق فيها حاجة عمالية على الكلامة في يا ريت اتمنى ان شاء الله. احنا ان شاء الله طبعا يا دكتور اه يعني دي مش هتبقى اول واخر محاضرة. احنا اعملنا مع دكتور عمر اه اه بروتكول. اه يعني هيبقى عضو معانا طبعا في معهد الطيران. هيبتدي يدينا اكتر من محاضرة. هنتفق بس معي عشان الوقت بتاعه. اللي مناسب ليه. وبحيث ان احنا ندخل برضو في البيم اركتيكشر ويدينا اكتر من ندوة في الموضوع ده. بحيث ان الكل يستفاد منه. اه مش عارفين نشكر حضرتك ازاي بجد على التعاون ده يعني اه. والمحاضرة كانت قيومة جدا وفيها معلومات كتير جدا ان شاء الله طلبة تستفاد منها. ومش هيبقى. طبعا دي اخر محاضرة. احنا ممكن نعمل مسلا محاضرة تانية. هراتب مع حضرتك. بحيث انها تبقى حاجة تطبيقية بقى جوة العمارة نفسها. اه هم هيجربوا الاول اللينكات اللي حضرتك بعيدها دي. وبعد كده ان شاء الله يبتدوا بقى لو في حاجة في استفسار. نبتدي نحضر مع حضرتك كده كام لينك. ونشتغل عليهم بجزء تطبيق. بازن يا دكتور يا ريت ان شاء الله. انا هبعت لحضرك البرزنتيشن عشان لو حد حابب ايه ان هو يجربها. الف شكرة حضرتك. ولو الريكورد بس معلش حضرتك بقى هتنزله على الصفحة عند حضرتك او على يوتيوب بتاع بيم. اه يبقى يعني لو معنا اللينك مثلا بحيث ان الولاد اللي ما قدروش يحضروا يستفيدوا برضو من الموضوع. حضرتك. الف شكرة ربنا برفع حضرتك. لو في اي استفسار منكم يا شباب يعني على عجالة كده بس مع دكتور عمر نسأله. هل في برامج اي اي للاربن ولا كلها معمالي بس? لا او في كزا برنامج للاربن. تمام? هتلاقي في البرنامج كزا برنامج. لكن انا حاولت ان انا اعمل اه يعني اجرل البرزنتيشن لكن في البور بوينت اللي موجود في اكتر من واحد فيه مسلا اه حاجات بتبقى خاصة با اه اقول لك حاجات فيه مسلا برنامج اسمه انفراوركس. انفراوركس ده برنامج كوي جدا. من ضمن حيات اللي موجودة فيه وممكن مهمة جدا في موضوع الاستدامة ان انا ممكن اقول له انا عايز اه مكان مسلا في مدينة كزا اه يكون قريب من المية وقريب من المواصلات وقريب من من الاماكن السكنية عشان ده بيفدني في موضوع الاستدامة. الليد بيدي نستاشر درجة لو انا مختار مكان اه قريب من الاماكن السكنية دي عشان نوفر الطاقة ونوفر حاجات دي. فدي من ضمن حيات كويسة. فيه برنامج كتير جدا في البرزنتيشن اللي انا هبعطوك دلوقتي. هتلاو فيه اه كزا موقع الاستدامة كزا موقع للسوستينابلية. اه كزا موقع للحاجات الاستراكشور. اتمنى ان شاء الله انكم تتلاقيوا فيها الحاجات دي. وفيه برنامج كتيرة مسلا فيه اه في مسلا واحد حكونا اتكلمنا عنه ممكن اقدله اقدله منطقة كبيرة واقول له مسلا السام للمنطقة دي. فايدا ان هو السام هالي. فزكاة الصناعة بيتطور لكن هالفكرة كلها ان يلاقي حد مهتم بجزئة دي. يعني مهندس معماري يبدأ ان هو يشوف اخر حاجة توصله لها ويركز عليها. يعني ممكن واحد يفود ويبدأ ان هو يخصصه لحاجة خاصة مثلا بالانتيرو تزاين. تمام? ففيه كتير خاصة بالاي? اه. هحاول ان شاء الله ابعث لكم برضو ايه اه اهم الحاجات خاصة بالايربان. انجزيلا نحللك ربنا ينفع بعض مك دايما يا رب. دك دكتور. اه بعتلكو الى كارستان في العمارة وابعت برضو الدكتور عشان تسيركو معكم ان شاء الله. طيب في حد عندو ايه سئلة. طيب في حد عندو ايه سئلة. تبعث لكم ان شاء الله برضو عبرو بتاع ديبان. في حد عندو ايه سئلة قبل ما نقفل. جزاكم الله كل خير وربنا في عيونيكم ان شاء الله. آآ نكمل مع بعض في المحاضات الجيب بإذن الله. شكرا جزاكم الله كل خير. شكرا دكتور جايد. الف شكرا دكتور جايد. الف الف شكرا حضرتك. صرفنا حضرتك جدا نورة. شكرا دكتور. الله كرام دكتور. شكرا. شكرا.